أيضا يمكن شرح التكرار والمنطق والشرط بهذه الطريقة بأن أكتب هذه الأوامر طبعا أريد في هذه الأوامر أن يظهر المايكروبيت مستوى الإضاءة أو مستوى شدة الإضاءة في الغرفة وهذا قد سبق شرحه إذا كان أبدأ هنا في الشرط إذا كان مستوى الإضاءة أكبر من 100 تظهر علامة الصح على المايكروبيت أما إذا كان مساولة 100 أو أقل تظهر علامة الخطأ أقوم بتنفيذه على المايكروبيت طبعا يستخدم التكرار لكي يفحص هذا الشرط باستمرار أما إذا وضعت الشرط عند البدء فإنه سيفحص الشرط مرة واحدة ثم يتوقف هنا لا بد من الإشارة للطلاب أن غالبا يستخدم الشرط مع التكرار طبعا الشرط أجده فيما يسمى بمنطق ثم أستخدم ما يختص بعمليات المقارنة طبعا العمليات المقارنة عمليات منطقية فكما أسلفنا إذا كان مستوى الإضاءة أكبر من 100 فإنه سيظهر علامة الصح نلاحظ هنا بعض الرموز الجاهزة التي تختصر لنا الوقت فعلمة الصح موجودة يمكن أن أعمل عملية تكرار وأختار علامة الخطأ وهكذا الآن أصبح الكود جاهز نقوم الآن بحفظ هذا الأمر وإرسالي إلى المايكروبيت ترجمة نانسي قنقر